السلام عليكم الركن الثالث الذي أود الحديث عنه في Application Medscape هو الحسابات المتعلقة بالعلاج وهو حقيقة مفيد جدا ولم أجد Application آخر غير الميدسكيب يجمعها بهذه الاستفادة لذلك سأجزئ الموضوع على عدة مقاطع إن شاء الله نعطي عدة أمثلة تعالوا نأخذ أول مثال تطبيقي مثلا امرأة تشعر بأعراض فقر الدم فحصت مستوى الهيموغلوبين فكان 10.5 ميلي جرام بير ديسليتر وتم تشخيصها بIron Deficiency Anemia فقر الدم الناتج عن نقص الحديد وزنها 65 كيلو جرام والسؤال ما هي جرعة الحديد الوريدي المناسبة لها طيب كيف أستخدم الميدسكيب لحل هذا السؤال لاحظوا إخواني الركن أو البند الثالث من الأخير اسمه Calculators نضغط عليه نكتب عبارات مفتاحية مثلا هنا Iron الحديد بيطلع عندنا Iron Replacement for Iron Deficiency التعويض بالحديد عن طريق الوريد لنقصه لنقص الحديد طيب الوزن كم قلنا وزن هذه المرأة تتذكروا كان وزنها أعتقد 65 كيلو جرام طيب 65 نكتب هنا 65 كيلو جرام والهموغلوبين 10.5 كم جرعة الحديد اللازمة 566 ميلي جرام صحك؟ لا مش صح ليس صحيحا لماذا؟ لأننا لم نضع الوحدة الصحيحة للوزن لاحظوا إخواني الوحدة الوزن هنا بالباوند بينما المرأة المسؤول عنها وزنها 65 كيلو جرام وليس باوند وهذه نقطة مهمة جدا عندما تستخدم الميتسكيب أن الوحدات الشائعة محليا قد تكون مختلفة عن الديفولت الموجود في الأبليكيشن فلازم تلاحظ أنك تغير الوحدة طيب الجرعة طبعا تغيرت أصبح الجرعة 1249 ميلي جرام يعني حوالي 1 وربع جرام يجب أن تعطى لهذه المرأة عن طريق الوريد لعلاجها من فقر الدم الناتج عن النقص الحديد طيب هذا تمرين سؤال آخر مثلا عندنا هنا نصحت صديقك بتخفيف وزنه فقال لك أن وزنه مناسب لطوله فوزنه 90 كيلو جرام وطوله 180 سنتيمتر بناء على الجدول التالي للبادي ماس اندكس هل وزنه مناسب بالفعل طبعا مثلا البادي ماس اندكس لا تلزم فقط لتخفيف الوزن هي كنصيحة عام ولكن أيضا يلزمنا معرفته كريسك فاكتور لبعض الأمراض وحساب بعض الجرعات وما إلى ذلك فسؤالنا هل وزنه بالفعل مناسب نذهب إلى تطبيق الميتسكيب نبحث عن بادي ماس اندكس تكتب هنا في العبارات المفتاحية بادي ماس اندكس هي بيطلع لنا أول خيار في عندنا خيار ثاني بادي ماس اندكس للأولاد واليافعين من سن 22 سنة للبنات من سن 22 سنة سؤالنا كان عن شخص فوق العشرين نضغط هنا طوله قلنا 180 سنتيميتر وزنه قلنا 90 كيلو جرام البادي ماس اندكس غريبة نعم لمرة أخرى علينا أن نغير الوحدات 180 مش انش وإنما سنتيميتر 90 مش باوند وإنما كيلو جرام نعم الآن البادي ماس اندكس صحيحة 27.7 بالعشرة أو فاصل ثمانية بالعشرة يقول لنا هنا في الميدسكيب أن هذا الشخص يقع ضمن فئة 25 إلى 30 يعني أوفرويت أو أقل من 30 يعني أوفرويت إذن وزنه غير مناسب نقول له وزنك غير مناسب لطولك حتى وإن كنت طويلا نسبيا لمنطقتنا لكن وزنك زائد فعليك أن تخفف وزنك طيب هذا كان المثال الثاني سأشرح المثال الثالث أنه طويل بعض الشيء في تسجيل مستقل سأشرح المثال الثالث